انسترومنتل اناليسز. انسترومنتل اناليسز يعني تحليل بالاجهزة. يا طرى بنحلل بالاجهزة ايه? قالك ممكن تحليل فود اكل. ممكن تحليل فارماسيوتيكال ادوية. ممكن تحليل بالاجهزة ووتر مي. ممكن تحليل بالاجهزة كوسماتيك حاجات تجميل. يبقى كل الحاجات ممكن تتحليل. وزي ما احنا عارفين ان التحليل نوعين. بنعمل ايدينتفيشن او نتعرف على نوع الانون. اللي هو بنحدد التركيز بتاع الانون. احنا بقى هنشتغل في الايه? في الاناليسز. قرفنا واخدنا ان الاناليسز كان فيه اللي هو التحليل باستخدام البيوريت والفلاسكا والحاجات دي سميناها فوليومتريك اناليسز. اما كنا بنحشي بالفوليوم. وايه الانسترومنتال اناليسز اللي بناخد مع بعض. الانسترومنتال اناليسز يعني التحليل من خلال الاجهزة. قال لك والله فيه فليم سبكتروسكوبي سبكتروفوتومتري كوروماتوجرافي فلوريمتري بوتينشيومتري كونداكتومتري كل واحد لو واحده. احنا هناخد مين? الكروما او الكروماتوجرافي. كروماتوجرافي اول ما اكتشفناها ما كانتش للتحليل قوي. اما كنا بنعمل بيها سيباريشن اوف ميكيتشار. فصل مواد عن بعض او فصل خليط. ازاي? قال لك كنا ديزولف بندوب الخليط بتاعنا في حاجة اسمها الموبايل فيز. وبعد كده بعد ما بندوبه في الموبايل فيز اهو بقى سائل ادي السامبل بتاعتي ودي الموبايل فيز. نروح ممرانين السائل ده على حاجة اسمها الليستيشانري فيز. فقال لك احنا مندوب في حاجة اسمها موبايل فيز. وبعد كده الموبايل فيز ده كاري هينقل السامبل بتاعتي على حاجة فكسي الماتيريال. على حاجة سابتة. هنسميها حتى عشان هي سابتة. جب احنا عندنا ستيشانري فيز وموبايل فيز وسامبل. هي دي الكمبونات. لما يجي اسألك عن الكمبونات الرئيسية للكروماتوجرافي. ستيشانري فيز وموبايل فيز وسامبل. نبدأ دلوقتي نعمل كلاسفي كيشانات للكروماتوجرافي. وهنعرف انهم هيقسموها اكتر من حاجة. اول حاجة على حسب التكنيك او طريقة العمل. ففيه ناس بتشتغل كولم تجيب الستيشنري فيز تحطه في عمود وتصب الموبايل فيز من فوق. تمام? وفيه ناس بتشتغل بلانر تجيب الستيشنري فيز بيب على شكل ورقة والموبايل فيز نقط وبتتحرك على الورقة. الكولم طلع يبقى صولد يا سائل لازق على صولد. طيب تاني حاجة هنقسمها حسب الموبايل فيز اللي يبقى يجاز. طيب اللي ممكن يبقى صولد فالموبايل فيز само Meeting. ممحل احنا قولنا الاستيشنري فيز ممكن يبقى لازق على صولد والموبايل فيز برضو. فتبقى لكويد كورمتغرفي. طبي الجاز قال لك يا س forwards والموبايل فيز يبقى جاز تبقى جاز صولد كورمتغرفي او الاستيشنري فيز يبقى لكويد واليκويد فيز يبقى جاز تبقى جاز كوروماتوجرافي. في حالة ان احنا منشتغل بسولد او ينفع كولم كوروماتوجرافي او بلانر كوروماتوجرافي. اما في حالة ان احنا منشتغل في جاز فلازم كولم كوروماتوجرافي بس منطقي. انت شغال دلوقتي بمادة غزية ما ينفعش تمررها لي على ورقة. اكيد هتمررها جوه. عمض. تالت حاجة هنقسم عليها الميكانيزم او طريقة الفصل. اما بالالتصاق برتشن. اما بالتوزيع. ايون اكس تشينج. تبادل الايونات. سايز اكس كلوجن. بالحاجة. الكتروفوريس فصل. كهربائي. نبدأ. الاول الالتصاق باختصار شديد الليستيشنري فيز هتبقى مادة بتمصة او بتلزق عليها السامبل زي السيلكة او الالوبينا. بتعمل هايدروجين بومد ما بين الليستيشنري فيز وما بين واحدة من السامبل. فالجزء من السامبل اللي هيحب الليستيشنري فيز وهيعمل معها بوند هيلزق والتاني هينزل. فبنعمل هايدروجين بوند لحاجة F-O-N وبالتالي الليستيشنري فيز اللي ربطت مع السامبل هتمسك الجزء اللي هي ربطت معاه والباقي هينزل. هي دي فكرة مين؟ تلقى تزور بشب. اللي بعديها. البرتشن. البرتشن لا. الليستيشنري فيز ما بيبقاش سولد. بيبقى ليكود لازق على سولد. والموبايل فيز بيبقى ليكود. فالتنين سوائل والسامبل بتاعتك تتوزع ما بين السائل بتاع الموبايل فيز وما بين السائل بتاع الاستيشنري فيز. عشان كده بنقول عليها ايه؟ بارتشن. فبيقول لك دلوقتي لو المادة الاولية نان بولر او الاستيشنري فيز نان بولر التاني هيبقى بولر. تمام؟ فلو الموبايل فيز نان بولر الاستيشنري فيز هيبقى بولر. ودائما هيمسك بقى في مين?? في الحاجة اللي تخصه. فمثلا هنا بيقول لك عندك مادة ايه؟ نان بولر. وبي بولر وعندك الموبايل فيز كان نان بولر والستيشنري فيز بولر. تاني تاني. يلا المادة ايه non-booler المادة بي بولر الموبايل فيز non-booler والليستيشنري فيز بولر فهنتفاجئ ان الايه اللي هي النون بولر هتمسك في الموبايل فيز اللي زيها النون بولر بس وهتنزل معاه وده اسمه النورمال فيز كروماتوغرافي النورمال العادي ان المادة بتاعتي non-booler والموبايل فيز يبقى non-booler ده النورمال اما الريفيرزد المعكوس ان يبقى الليستيشنري فيز هو اللي non-booler والموبايل فيز بولر يبقى عرفنا هنا ان البرتشن نوعين نورمال وريفيرز والنورمال ان الموبايل فيز يبقى non-booler والريفيرز ان الموبايل يبقى بولر وطبعا كده كده احنا عارفين ان الموبايل فيز عكس الليستيشنري ايه فيز هما دلوقتي بيدونا انترودوخشناط اللي هناخدو طول الترم الايون اكس اتشينج او تبادل الايولات بس قبل ما اروح لها تعالوا نطول هنا شوالي دلوقتي لو انا عندي المادة ايه زي ما بنقول كانت non-booler والمادة بيه بولر اهي دي non-booler حل دينا جبنا الموبايل فيز اهو وادي الليستيشنري فيز اهو هنفترض دلوقتي ان احنا شغالين normal العادي قلنا ان العادي ان الموبايل فيز non-booler فالموبايل فيز هيمسك مين هيمسك ايه ويسيب بي طيب والليستيشنري فيز هيمسك مين هيمسك بي طيب العكس لو احنا ماشيين مين البولر قال لك الموبايل فيز بولر فهيمسك مين هيمسك بي وهيسيب مين وهيسيب ايه فهمت يعني ايه الكلام ده يعني انا بصد دلوقتي على القاعدة بتاعتي اهي ان الايه non-booler والبي بولر والموبايل فيز كان non-booler والليستيشنري فيز كانت بولر ودايما الحاجة البولر بتتشد للي زيها والحاجة non-booler بتتشد للي زيها ففي normal فيز كروماتوجرافي قلنا ايه non-booler وبي بولر والموبايل فيز دايما ايه في normal حال؟ قلنا الموبايل فيز في منبرل هنايني سيمراجد مع السمبل. والليستيشنري فيز البولر هيمسك في الحاجة البولر برضا. السيشنجي. قال لك. والليستيشنريفيز يابقى كتايون يا موجب يا سالب. كتايون لو الدواء كان بوزيتيف هيحصل ايه? هيروح ماسك في السيشنري في المكان الاتش دي. فهيطرد الاتش. وهيمسك في الليستيشن ريفيس. وهيقض. فالكاتايون دراج بيصبر اكتر من الانايون دراج. اما لو الكولم بتاعي كان انايونيك. فاي دواء عنده نيجاتيف تشارج هو المراضي اللي هيمسك. وهيطرد السي ال دي. فريبليس السي ال وهيتحبس هو. يبقى هده. احنا لعبنا ان يبقى كاتايونيك. فهيمسك الادوية البوزيتف. يبقى انايونيك. فهيمسك الادوية النيجاتف. اللي بعديها السايز اكسكلوجن كوروماتوغرافي. واضح جدا ان ده بيفرق بالسايز. سايز اكسكلوجن او جيل برميشن او اكسكلوجن كوروماتوغرافي. الستيشن ريفيس بيبقى صالد هاي موليكولار ويت بورز بيبقى مخرب. يبقى الستيشن ريفيس جيل مخرب. فعندي مادة لو كانت ومادة التانية هنعرف ان هتتحشر. الحاجات الصغيرة هتتحشر في الكور ومش هتعرف تنزل وهتتحبس. وبكده يبقى الحاجات الصغيرة اتحبست والحاجات الكبيرة نزلت وبالتالي زبطنا الدنيا وبقت ايه فصلنا طبقا للحاجة. كده احنا خدنا فرقنا على حسب التكنيك. وعلى حسب الناتشر. وعلى حسب الميكانيزم. هنفرق دلوقتي على حسب الطيب. ايزوكراتيك اليوشان. يعني ايه ايزوكراتيك اليوشان? قالك انت دلوقتي عندك العمودة هو شغال وجوال الستيشن ريفيس وانت نازل من فوق بالموبايل فيز. ماشي كده? ماشي. لو انت شغال بسيم موبايل فيز طول العملية التحلية شغال بموبايل فيز واحد بنقول عليك ايزوكراتيك. اما لو انت بتغير الموبايل فيز كل شوية فبنقول عليك جريديانت او متدرك. طيب. ايه الحاجات اللي تنفع تبقى موبايل فيز? هايلي بيور النقية. اينارد الخاملة. هايباور القوية واللي بتعرف تمسك في الحاجات كويس. ديزولف اللي بتدود. عشان كده طالما الموضوع طلع بيعتمد على القوة والنقاء وكده فرتبنا السوايل. رتبنا كل السولفنت او كل الموبايل فيز وعملنا سلسلة اسمها اليوتروبيك سيروس. اعلم ان الوطر اعلى من الميثانول اعلى من الايثانول اعلى من البروبانول اعلى من الاسيتون اعلى من الايثاي الاستيت بدذا ال بتزين طلوين الطلاي كولورو الكاربون. طبعا مش حفظه ولكن على الاقل تب بعرف ان الوطر اعلى حاجة. والهكسان اقل حاجة. فاحنا كده مرتبينهم يعني من القوي للضعيف. نبدأ. ازاي بنختار الكوروماتوجرافي سيبريشن? ازاي بنختار الطريقة اللي هنفصل بيها? قال لك الحاجات اللي سيميلر كيميكال طيب الحاجات اللي شبه بعض كيميائيا بنشتغل بالبرتشن. والحاجات اللي مختلفة كيميائيا بنشتغل بالأدزوربشن. والحاجات الغازات بنشتغل جهاز كوروماتوجرافي. والحاجات الايونيك بنشتغل والحاجات اللي مختلفة في الحجم بنشتغل والتكنيك. قلنا يا كولم الحاجات بتبقى متعبية في كولم او بيبقى متعبي في كولم. يا بلانر بيبقى متعبي على ورقة. زي ما قلنا ان بيبقى محطوط على حال? وبيبقى في بريستيشن ريفيس. يعني بيبقى فيه حاجز برا عشان يمنع الصوفينت ايفابوريشا. البلانر كروماتوجرافي اللي هي اللي على ورقة دي يبتبقى بيبر كروماتوجرافي على ورقة او ثين لاير كروماتوجرافي على ازازة كده رفيها. يبقى يا بيبر كروماتوجرافي على ورقة سليلوز او كوروماتوغرافي. حلو? وبنشتغل ازاي? قالك اهو. بنجيب الورقة دي. في البلانر الكوروماتوغرافي او الازازة. ونحط خط كده في الاخر ونحط السامبل بتاعنا. ونسيب السامبل تتحرك. يا من فوق يا من تحت الفوق يا من فوق لايه? لتحت. ونحسب حاجة اسمها الريتنشان فاكتور. السامبل مش يتقدق ايه? على السولفنت مش يتقدق ايه? فايه هي الريتنشان فاكتور? دي الريشيو. دي النسبة. ما بين الديستنس. ما بين المسافة اللي مشيتها السامبل على السولفنت. طيب. النقط بقى. ازاي بنعمل ديتكشن للازبط? النقطة يا بنلاقيها باليوفي. يا بنرش ايودين فالنقطة بتديني يالو او براون. يا بننش نينهايدرين فالنقطة للادواء اللي فيها عمينو جروب. يا بنحط سالفيوريك. يا بنحط ايه? سالفيوريك. البلانار كوروماتوغرافي. قال لك والله البيبر كوروماتوغرافي بتشتغل كواليتيتف للفصل. بتبقى غالبا سيليلوز. والسيليلوز زي ما احنا عارفين فيري هايدروفاليك. وبيبقى حواليها شوية مية جايباهم من الهوا. انها هايدروفاليك بتسحب المية. الموبايل فيز بيبقى حاجات ارجانيك. وبتشتغل بميكانيزم البارتشن. على عكس السنية الكوروماتوغرافي اللي بتنفع كواليتيتف وكوانتيتيتف. وبتبقى صولد وليكود. صولد سيليكا او الومينا ومن نشطنها بالهيتنج. يعني سخناها عشان السيليكا تاخد شوية مية والالومينا تاخد شوية مية. سواني سواني. كانت واتنشطت لصولد. فكانت معاها مية. ومعاها مية فكده مش شغالة. اضطرينا نسخنها عشان تشتغل. والموبايل فيز ارجانيك. وبنشتغل يا بالاتزور بشان يا بالبارتشن. حين ازاي بعد كده بنوصل للنقط باليوفي لامب بنرش ايودين بنرش نينهايدرين. الايودين بيدين لنقط ييلو براون. النينهايدرين بيكشف اي دوة عنده امينو جروب بيكشفه. والسالف يوريك عشان يخلي نقط لنها اسود وواضح. طيب. المحاضرة تباني انها سهلة. ولكنها مش سهلة. المحاضرة دي فيها الاساسيات اللي هنمشي عليها الترم كله. يعني من كل فيلم اغنية. يعني في الاول ماشي. عرف الانسترومينتا لانا استزالك مهمة في الفرماسيوتيكال وفي الفود وفي الووتر وفي الكوزموتيكس ماشي. كواليتيتف نتعرف على النوع والكواليتيتف نتعرف على التركيز ماشي. الاناليتيتف بالمعمل او بالفوليم زي ما كنا بنعمل في البيوريتو بالاجهزة ماشي. انواع الاناليسيز لحد كده ماشي. وبعدين عرف الكورماتوجرافي او فصل خليط ما بين الموبايل فيز وما بين ان احنا بندوي بالخليط ده او في الموبايل فيز وبعدين بنمررها على ماشي. ما عنده المفروض كان يقول تفاصيل كتيرة في الحتة دي. بس هو اعتباد ان هيقولها بعد كده. فعرفنا كده ان عندي وموبايل فيز وسامبل. وابتدى بعد كده مين? التكنيك. التكنيك قلنا فيه عمود بنبقى شغالين به او بلانر او ورقة. العمود ده بيبقى جواه لازق وهنصب احنا من فوق السامبل مع الموبايل فيز. فالسامبل اللي بتحب العمود هتلزق فيه جزء السامبل والتاني هينزل. ماشي تعدي. وعرفنا اللي استيشنري فيز يا يبقى صالد يا لكويد لازق على صالد. البلانر بتبقى ورقة. حل? واشتغلنا عليه. الموبايل فيز يا يبقى لكويد يا يبقى جاز اوكي. قلنا يا استيشنري لكويد كورماتوغرافية. لكويد لكويد كورماتوغرافية. لو جاز لو جاز سولد كورماتوغرافية او جاز لكويد كورماتوغرافية ماشي. دي كل كلمة من دول درس الواحدة. اللي هي مين? الميكانيز. فالاتذر بشان يعني بالالتصاق. الحاجات اللي هتلزق. بارتشان يعني بالتوزيع. الحاجات اللي هتتوزع تبادل الايونات فصل شحنات كل واحدة من دوله هناخدها درس الالتصاق الالتصاق بيعمل السيليكا ده بيمسك بهايدروجين بوند بجزء من السامبل ماشي بيعمل مابين وجزء من السامبل بيمسك بقى السامبل بتاعتي من ال-F او ال-U او ال-n بتاعتها عشان يعرف يعمل معها هيدروجين بوند والتانية عدي ماشي البرتشن التوزيع عشان الاتنين سائل عشان الستشنري فيز كان والموبايل فيز فالحطة اللي طولنا فيها قلنا الاول ان المادة بتاعتي ايه نان بولر عدي مادة نان بولر وعندي مادة بولر فنروح نلعبين برضا جايبين الموبايل فيز مرة نان بولر والستشنري فيز يبع عكس بولر بحيث الحاجة نانبولر. تمسك في الموبايل فيز النانبولر وتلزل معاه. والحاجة البولر. تمسك في البولر وتلزق وما تلزلش. وبكده نبقى فصلناه. وسمينا الطريقة دي نورمال فيز كوروماتوجرفي. او العكس. ان الموبايل فيز يبقى بولر. وبالتاني يبقى نانبولر. وبرضه عدي مادتين. مادة نانبولر ومادة بولر. وكل واحدة هتمسك في اللي خصة. ماشي. وسمينا طبعا الموبايل فيز لما يبقى بولر يبقى ريفارزات كوروماتوجرفي. بعد كده ايون اكس اتشينج قلنا هنبدل بالايونات. لو عندي دواء بوزوتيف هيبدل بالايون البوزوتيف. ولو دواء نيجاتيف هيبدل بالنيجاتيف. فالليستيشن ريفيز سولد. وممكن يبقى كطايون او اناي. كطايون زي الاس اس ري وعنده اتش بوزوتيف. فالدواء ييجي يطرد الاتش. لو هو الدواء بوزوتيف هيطرد الاتش وياخد مكان. طيب. فالكطايونيك دراك هيلزق في الليستيشن ريفيز. طيب الانايونيك لو الدواء بتاعك نيجاتيف هيطرد هنا السي ال ويلزق مكان. فالانايونيك دراك هو اللي هيلزق في الليستيشن ريفيز. ماشي. جبنا له الليستيشن ريفيز جوه خروم كده. بحيس ان السامبل الكبيرة تنزل على طوله ومتعرفش تتحشر جوه الخروم. والسامبل الصغيرة تنزل. فاليستيشن ريفيز صليت. وعنده خروم. عندك ايه? المادة الاولينية لارج. وبي المادة التانية سمول. فالبي اللي سمول دي هتدخل في الخروم وهتتاخر. ماشي. بعد كده ابتدينا. انواع النزول. يا ايزوكراتيك طريقة الشغل. بسيم موبايل فيز يا جريديان. ان احنا بنغير الموبايل فيز. بعد كده اخدنا ايه? متطلبات السولفنت. بيور. اينارد. ديفرانت باور. ولازم نفصل الخلط. ولاتبنا السولفنتات. من اول سولفنت الاخر ايه? سولفنت. بعد كده ابتدينا. ازاي نختار الكوروماتوغرافيك مثل. في حاجات عندها السيميلر كيميكال طايب. بارتشان كوروماتوغرافي. ديفرانت كيميكال طايب. اتزوربشان كوروماتوغرافي. جاز كوروماتوغرافي. ايو اكس اتشانج كوروماتوغرافي. سايز اكس اكلوشن. التكنيك. كولام كوروماتوغرافي بيبقى ملزوء على كولام. بلانر كوروماتوغرافي بيبقى ملزوء على ورقة. البلانر كوروماتوغرافي بيبقى محطوط على ورقة. حل يا بيبر يا كوروماتوغرافي. دي المسافة اللي مشيتها السامبل على المسافة اللي مشيتها الايه? السالفت. البلال الكوروماتوغرافي باليوفي لام وبالايودين هيتطلع يلو او براون بينين هايدريني الادوية اللي عندها عمينو والاتش اتو السوفور اللي بيحرق النقط. بس عارفنا كده ازاي النقط وقارننا اخر حاجة بين البيبر والثن لير كوروماتوغرافي. البيبر كوروماتوغرافي دي طريقة الشغل. اما الثن لير لا بيبقى عليها لكويد فما تشتغلش فلازم هيتط عشان تشتغل. وبيبقى الموبايل فيز ارجانيك وبتشتغل بلقة زوربشن او البرتشن. والنقط قولنا اليوفي لام هي طريقة اللي بنجيب بيها الاسباط. او ايودين عشان تدي يلا او براون او نين هايدرين عشان الادوية اللي فيها عمينو جروب او اتشتو السوفور عشان النقط تدفع. بس كده. وبكده المحاضرة دي تبقى تمام. ان شاء الله هننزل عليها اسئلة.